زار رئيسه مجلس النواب سلطان البركاني والوفد المرافق له على حامش مشاركته في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للتحاد البرلمان العربي في بغداد زار سفارة بلادنا في الجمهورية العراقية والتقى البركاني ومعه عضو المجلس عبد الكريم الأسلمي وسهيل محمد عبد الرزاق التقى بالسفير الخضر أحمد مرمش وطاقم السفارة واستمع من السفير لشرح مفصل عن وضع السفارة وأنشطتها ورعايتها للمواطين اليمنيين المقيمين في العراق ودورها الدبلوماسي في توضيح الصورة عن ممارسة الحثيين ودور الشرعية في محاولة الوصول إلى سلام شامل وتجنب إراقات الدماء كما تحدث السفير عن وضع العاملين بالسفارة سواء الدبلوماسيين أو إداريين محليين وإسهاماتهم في حل المشاكل ومن جانبه أشهد رئيس المجلس بأداء السفير والعاملين معه في هذا الظرف الصعب وما يقومون به لخدمة بلدهم وأداء دورهم الدبلوماسي والعلاقات التي استطاعوا إقامتها مع شقائهم في العراق سواء مع الجانب الحكومي أو مع القوى السياسية المختلفة وشجعهم على بذل مزيد من الجهود لما من شأنه خدمة مصلحة اليمن خصوصا وأن العراق دولة لا غنى للعالم العربي عنها مطلقا وعن دورها الإقليمي وعبر رئيس المجلس عن أمله في عودة العلاقات اليمنية العراقية إلى سابق عهدها والتي كانت تتسم بالتميز والتجدر وكان اليمنيون فيها بعشرات الآلاف سواء لتلقي التعليم في مختلف المجالات المدنية والعسكرية أو من أتوا للعلاج وأوضح أن تلك العلاقات انعكست على مستوى استقبال اليمن لآلاف العراقيين على أرضها ومعاملتهم معاملة أخوية كمواطنين وليس كلاجئين وضيوف كرام بين إخوانهم وشرح للسفير والعاملين في السفراء مسجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وما تبذل من جهود من قبل الأشقاء أو من قبل المبعوث الدولي متمنيا أن تثمر تلك الجهود وأن ينعكس الخير والسلام على مختلف الأوضاع في البلد سياسيا وعسكريا واقتصاديا واقتماعيا